طيب أنا دلوقتي بقى هسأل خلاص احنا وضحنا فكرة الدوام المكمل الغذائي وانه ده مهمه واهميته في ايه طيب احنا تكلمنا كمان عن الرياضيين وسيدات الحوامل والمرضوعات الرياضيين مهم جدا الرياضيين بقى هم طوال ممكن يدعموا بحاجات تانية اكتر بس هو لو اخدوه هو تمام هم بيدعموا ببروتينات كمان اقوى عشان هم بيحتاجوا هاي بروتينات هاي بروتينات اكيد طوال الوقت لكن بنسبة للفايتامينز هم محتاجين جدا لان هم مش محتاجين بروتينات بس هم محتاجين بروتينات وضهور واميجا اميجا ده ده دون صحيه بروتينات واميجا ولازم يبدأوا يستخدموا لان هم محتاجين كالسيوم عشان عضمهم محتاجين فيتامين بي عشان قوة اعصابهم بس هنا بقى بي كومبلكس كلها معهودة وبي 12 ده مهم اليوم قوي البي 12 مهم لأي حد البي 12 هو المسؤول عن تكوين قرات الدم الحمراء طول الوقت لازم اقول ان الدم مهم جدا الدم هو وسيلة الحياة طبعا لازم ندعم صح الدمنا الدم الكوبالمين هو اللي بنتج لي قرات الدم الحمراء فبيبقى داعم جدا كان هو يعمل وقاية بشكل ما من الانيميا طبعا ألبا مالتي فيت الجرعة المصرح بيها من هيئة سلامة الغذاء ما بنقطرش عن قرس واحد في اليوم بقرس واحد انا باخد 13 فيتامين ومعدن انا محتاجاهم دايلي فعشان كده بقول ألبا مالتي فيت مش باخد شهر ووقفه اخد شهرين ما فيش فيه ضرر لو كملت عليه لانه النسب اللي فيه ما تأزينيش أبدا لا تأزيني اطلاقا وكمان الفيتامينات والمعدن اللي فيه ووتر صالي بالقبلة اللي زوابان في الماء فمش هيحصل تخزين يعني ان هو لو زاد النسبة ان يخش يتخزن في الخلايا ما فيش كلام ده هو الزيادة منه بينزل عن طريق البول لكن بطمن الناس ان مش هيحصل زيادة لان النسب اللي فيه أقل سنة من الاحتياج المطلوب عشان انا بقول ندعم بالاكل الصحي وبقول ليه أقل سنة صغيرة من الاحتياج المطلوب عشان ما حملش على الكلاك فتعامل على قلب مالتي فيت دراسات قوية جدا ان تلعى منتج محترم زي ده واكتر حاجة بحبها يا عظيمة الفيدباك واكتر حاجة بحسب مرضود الناس وهذا اللي بيعرف اذا كان الحاجة ده كويسة ولا لا طبعا والحاجات اللي بتبسطني جدا نجاح المنتج نجاح المنتج من الري اوردرز طبعا نجاح المنتج مش الناس بس تطلبوا الناس اللي طلبتوا بتطلبوا تاني وتالت وخامس ده نجاح قلب مالتي فيت الحقيقة طيب خلني اقول هنا فيه برضو من ضمن الحاجات الاسئلة المهمة يا ناس بتعمل عملية السمنة والتكمين ده وانا دخل على عملية التكميم هحتاج فعلا فيتامينات بعدها على طول زي ما بيتقالوا الفترة قد ايه برضو الفترة دي شرف الناس دي ربطاها بفترة برضو برشح جدا اي حد هيامل عملية السمنة سواء تكميم او تحويل مصارا هو مش انا اللي بقول للدكتور المختص واللي بيعالج على طول بيكتبوا على فيتامينات ومعادل طبعا لان انتي بتصغر حجم المعدة فنسبة الاكل بتبقى قل تلت تربع صحيح نسبة الفيتام منزل الحاجات اللي داخلت اقلت طبعا جدا فباخد باخد قلب مالتي فيت حتى من قبل العمليات عشان اعمل توازن للفتامينات والمعادل مش ما ينفعش ان انا ادخل العملية دي واخص ولاقي طول وقت ما عنديش طاقة ومعنديش مناعة وشعر بيقع وش شاحب وهالات سودة ومش قادرة لازم اخص بصحة فقلب مالتي فيت بدعم جدا الست اوراجل هيعملوا عمليات السمنة ان هما يستخدموا على طول ومش وقفوه يعني مش مسلا هستخدموا طبقات دي كم شهر لا انتوا تستخدموا ليفتا ما هو لسه بقى دا سؤال تاني هم بستي كمان جايب لي انا من فترة باخده بس اماشي علي بس هل ممكن يحصل مضعفات لو انا بطلتو او ليه اضرار لو انا يعني وقفتو يحصل لي اضرار لا طب يعني هو مش اضرار بس هيحصل ايه هيرجع الكسل تاني لا هو فكر ان هما ممكن يضر جسمنين من قدر الله من الفيتامينات دا انا بضر نفسي وبضر صحتي الفيتامينات هي البنزين بتاع الجسم هي الطاقة بتاعت الجسم وفيتامين بي مهم جدا فيتامين بي لان فيتامين بي هو اللي بيقدر يحول لي الاكل اللي باكله الى طاقة سواء سكريات نقلل السكريات برضو سواء سكريات او كاربوهايدريتس او حتى بروتينس فمهم جدا ان انا اعرف ازاي ان انا استعيد نشاطي لا طبعا لو الفيتامينات قلت في الجسم هيحصل لي اضرار اكيد التعب والخمول دا اولهم اجهاد الاحساسي الغريب دا التعب خمول الشعر هيقع دوافر بتتكسر الصحة النفسية من اقل مجهود كمان بتعب ما فيش قادر عمل مجهود بالزبط بالزبط واكتئاب مش اكتئاب يعني لو احش حاجة اسمها مود سوينجز مود سوينجز اللي هو ايه انا مش عارفة مالي ما فيش مشكلة عندي تخليني مش مبسوطة لكن بيبقى السبب ناصف ويتامينتهم بعيدا طبعا